في السودان أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير أتى ذلك بعد عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في القصر الجمهوري بحضور رئيس الوزراء المكلف عبدالله حمدق إلى ذلك أوضح الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين هما تشكيل مفوضية إسلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية أمل عما على المستوى الدولي فيجري وزير الخارجية الألماني هاكوماس زيارة إلى الخرطوم يلتقي خلالها مسؤولين في المجلس السيادي نحن نطلع إلى زيارة مثيرة للغاية وسوف يكون وزير الخارجية هنا طوال اليوم ويجتمع مع كل من اللواء برهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوق والكثير من الأشخاص وممثلين من قوى الحرية والتغيير والناس الذين صنعوا الثورة ترجمة نانسي قنقر